موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة السابعة بتوقيت جرينتش معي أنا رويدة أبو عيد ويرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب والمحلل السياسي فادي الأحمر أهلا وسهلا بك أهلا بك الانتخابات الفرنسية هي أبرز الملفات في صحف اليوم الدولية والعربية التي ركزت أيضا على متابعة اليوم الأول لاتفاق مناطق الحد من التصعيد في سوريا مع تسجيل بعض الخروقات كما اهتمت الصحف بانتخاب إسماعيل هنية رئيسا لحركة حماس بينما يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين يومه الحادي والعشرين في أبرز عنوين الصحف العربية صحيفة العرب الجديد التهدئة تحيي التنسيق الأمريكي الروسي لفراب وتيلرسون يتوافقان على أهمية تسهيل التوصل إلى حل سياسي صحيفة الحياة الأصوليون يطالبون مرشح الرئاسة بكشف أرصدتهم المالية رئيسي يحاول استمالة السنة في إيران صحيفة لا تريبيون التصويت لمكرون نعم ولكن لماذا صحيفة البيان الإماراتية معارك عنيفة وتكتيكات جديدة لمحاصرة الحوثي غربي تعز صحيفة عمان ديلي إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس صحيفة الأيام البحرينية معارك عنيفة بين القوات العراقية وداعش قصف جوي كثيف بالموصل أوقع عشرات المدنيين تختار فرنسا اليوم رئيسها بين زعيم حركة إلى الأمام إمانويل ماكرون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان تغطية إعلامية واسعة للدورة الثانية من انتخابات رئاسية حامية بين مرشحين على طرفين قيد تصب معظم استطلاعات الرأي في صالح ماكرون إلا أن المفاجآت متوقعة ولو بنسبة ضئيلة خصوصا بعد عملية القرصنة التي تعرضت لها حملة ماكرون وتسريب آلاف الوثائق التي تقول حملة المرشح الوسطي إن معظمها ملفق لأن أستاذ فادي بعد انتهاء الدورة الأولى كانت النتيجة وكأنها محسومة بالنسبة للجميع لصالح ماكرون مع مرور الأيام المشككين بهذه النسبة وباحتمال وصول لوبان هذه النسبة بادت تزيد اليوم ما يتوقعاتك وهل فعلا التسريبات قد تؤثر على نتيجة انتخابات أولا دعينا أقول أن التسريبات لا أعتقد أنها ستؤثر على نذائج الانتخابات لأن هناك تشكيك حول صدقيتها والفرنسيون لا يأخذوا قرارهم أن أعتقد بذلك وأن الفرنسيين ليس الفرنسيين على مستوى الشعب إنما على مستوى القادة لأن هناك استثنائية اليوم في الانتخابات الفرنسية هذه السنة الاستثنائية تتمثل في مسألتين أولا غياب الأحزاب التقليدية عن الدورة الثانية ثانيا هو التصويت ضد لوبان فبالتالي اليوم غياب الأحزاب التقليدية جعل من هذه الانتخابات السنائية ولكن لا أعتقد أن وهنا أعتقد جوابا على السؤال الثاني ما هي التوقعات أعتقد أن الاستفتاءات استطلعات الرأي ستصب في صالح مكروه وستتؤكدها اليوم يعني هذا المساء نتائج هذه الانتخابات السبب أن هناك تصويت ضد لوبان وقال ليلة نهاية الدورة الأولى رأينا أن كافة القادة بالأحزاب اليسار أو بأحزاب اليمين وحتى فيما بعد اليسار المتطرف كلها قالت سنصوت ضد لوبان فما يجعل أن هناك إجماع على مكروه ليس إجماعا إيجابيا بين قوسين إنما إجماعا سلبيا لأنه ضد لوبان بالتالي هناك خوف من وصول لوبان لا أعتقد أن هذا الخوف سيتبدل اليوم ولكن لماذا بعتقدك هذه التسريبات لن تؤثر لأن هناك تشكيك في سي هناك تشكيك في سي ولأن المجتمع الفرنسي وقتت متأخرة إذا أردنا أن نقارنها بالتسريبات التي حصلت للمرشحة السابقة هيلاري كلينتون أتت متقدمة ولكن الوقت كان حساس جدا قبل الدخول فترة الصمت الانتخابي وبالتالي لا يستطيع مكرون رد بشكل قوي على هذه التسريبات ولكن أيضا لأنه أتت في وقت متأخر لا أعتقد أنها ستؤثر على النتيجة وخاصة أن صدقية لوبان المجتمع الفرنسي لا يصدق كثيرا ما تقوله لوبان بذلك ليس شعبيتها أو مناصرية الحزب إنما من سمين الأندسي بالفرنسية المترددون أو الذين لم يحسموا قرارهم لا يصدقون كثيرا ما تقوله لوبان لأنه هناك عبثية في خطاب لوبان ولأنه هناك سلبية في خطاب لوبان وهذا أيضا يصف في مصلحة مكرون وهذا رأيناه في المناظرة تلفزيونية سنتحدث عن هذه المناظرة في المقال الأول معنا من العرب الجديد ولكن قبل ذلك أستاذ فادي سننقل إليك بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هناك كثير من التشبيه على مواقع التواصل الاجتماعي بين الانتخابات الأمريكية والانتخابات الفرنسية ولذلك الكثيرون اليوم يتوقعون المفاجآت سنتحدث عن ذلك فيما بعد اليوم وعن صدقية استطلاعات رأي أستاذ فادي ولكن سنبدأ من العرب الجديد التي رأت أن تطرف لوبان يفتح أبواب الإليزي لمكرون وقالت ستحمل معركة التصويت ضد مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف مارين لوبان المرشحة الوسطي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزي مع اتجاه الأخير إلى فوز عريض بنسبة تتجاوز 60% وفق معظم استطلاعات الرأي ومع اقتراب ساعة الحاسم بدأ الكثيرون يغيرون مواقفهم من التصويت خصوصا بعد ظهور لوبان بصورتها الحقيقية المخيفة في المناظر التي جمعت بين المرشحين يوم الأربعاء الماضي إذ يهدد خطابها العنيف بدفع قسم من الفرنسيين لأن يكونوا ضد بعضهم فيما يشبه تهديدا للسلم الاجتماعي قد يصلوا إلى الحرب الأهلية بعد المناظرة التلفزيونية استطلاعات الرأي قفزت بشكل كبير لصالح ماكرون كيف قرأت هذه المناظرة وما الذي أثبت من خلال هذه المناظرة بين لوبان وبين ماكرون بأن لوبان ليست المرشحة التي يريدها الفرنسيون أول شيء في كل معركة انتخابية هناك عنوين عريضة وهناك اهتمام للناخب وليس للمراقبين أمثالنا أو للمتابعين من خارج فرنسا بالنسبة للناخب الفرنسي اليوم يهمهم مسألتين هي المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية لأن هناك أرقام مخيفة في الاقتصاد الفرنسي أولا قدين العام تخطى 98% من الدخل القومي ثانيا على مستوى البطالة البطالة اليوم في فرنسا عالية تصل إلى حد 11% يعني حوالي حوالي ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في فرنسا إذا ما قررناها بإلمانيا والفرنسيون يقارنون بإلمانيا مانع العكس يعني الدين العام حوالي 71% من الدخل القومي والبطالة حوالي لا تتعدى الـ 5% ولك منافسة دائمة صحيح ولكن هناك مقارنة بالنسبة للناخب بالتالي الناخب الفرنسي اليوم يريد أن ينتخب شخص يخرجه من هذه الضائقة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ الأزمة المالية العالمية منذ العام 2008 هذا ما نجح به مكرون في هذه المناظرة مكرون على هذا المستوى له إيجابيات والفرنسيون يصوتون له لأنه هو خبير هو مصرفي رجل مصرفي وكان مستشار الاقتصادية وكان وزير الاقتصاد بالتالي في هذا المنف هو أقوى من لوبان ثانيا هناك مسألة العبثية التي تطبع خطاب خطاب لوبان مارين لوبان وهذه كل متطرف عنده هذه العبثية ولكن تحديدا ظهرت مارين لوبان في المناظرة الأخيرة بهذه العبثية هي تقول لا ولا لا لأوروبا ولا لليورو ولا للسياسات التقلدية ولكن ماذا تطرح هي على هذا المستوى ليس واضحا ماذا تطرح تطرح فرنسا فرنسا أولا وفرنسا خارج أوروبا والعمل الوطني ولكن كيف كيف فرنسا لها أن تقوم اقتصاديا واجتماعيا خارج أوروبا كيف لفرنسا هي المؤسسة لأوروبا مع ألمانيا هؤلاء العمودان الأثسيين للاتحاد الأوروبي كيف لها أن تخرج من أزمتها الاقتصادية في ظل الدعوة إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج البريطانيا إلا ما هناك فبالتالي هذه العبثية في خطاب لوبان أعتقد أنها صبت لصالح مكرو خاصة وأنه خطابه لأقتصاد هو كان واضحا كان واضحا لا سؤال ماذا سيفعل هذا بحث آخر ماذا سيستطيع أن يحقق هذا بحث آخر لوفي جارو تحدثت عن التوقعات بارتفاع عدد الممتنعين عن التصويت والأوراق البيضاء قالت مهما يكون من الأمر من المتوقع أن تتخطى الأوراق البيضاء أرقاما قياسية إن نسبة الأوراق البيضاء قد تصل إلى 10% لتسجل زيادة غير معهودة في أعداد الممتنعين عن التصويت بين الدورة الأولى والثانية مارين لوبان تراهن على هذا الأمر كي تحصد أكبر نسبة ممكنة من الأصوات على أمل أن تنعكس هذه النتيجة على الانتخابات النيابية وكأنه يشير المقال بأن مارين لوبان تعرف بأنها لن تفوز في الدورة الثانية وتركز على النسبة الكبيرة التي ستحصدها بداية كيف تفسر هذه الظاهرة ظاهرة الممتنعين أو الأوراق البيضاء وكيف ستصب تتب في هذا المقال لأنه اليوم الأنظار متجه ليس على نتائج الانتخابات وإنما على نتائج الانتخابات النيابية على الانتخابات النيابية في حزاران المقبل وهذا ما يركز عليه خاصة اليمين معسكر اليمين يعني معسكر ساركوزي وألان جيباي وفرنسوا فيون بالتالي بس اليوم هناك مسألتين أنا أعتقد مسألتين لامتناع عن التصويت أولا لأن النتيجة محسومة ثلاث لأن نتيجة شبه محسومة أصبحت لمكرو وهذا برز أكيد مسألة خطيرة وهذا برز يعني من ليلة نهاية الدورة الأولى اثنين لأنه الفرنسيين محبطين لأنه لا شك سقطت الأحزاب التقليدية ولكن لها منغصريها يعني ما ننسى أنه فيون فيون أخذ 20.6% يمكن من نهاية أو 9% 20.9% يعني بالتالي هناك بعد معسكر يمين قوي وميلانشون كمان اليسار المتطرف أخذ 19 فاصلة يعني كمان هناك من مؤيدين لهذا المعسكر أولا أحبطوا وبالتالي ليسوا متحمسون للذهاب إلى صندوق الاقتراع اليوم مسألة ثالثة هي أنه بكرة كمان يوم عطلة في فرنسا والفرنسيون يعني ينتظرون هذه العطلة خاصة في بداية شهر أيار بداية التقسي الجميل فهذا ممكن كتير أنه يختارون أن يذهبوا في عطلة في عطلة طويلة على أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع أعتقد هذه الأسباب الثلاثة ربما ستزيد يعني ستخفض نسبة المقترعين وهذا واضح لن تكون 70% أو أكثر 70% كما كانت في الدورة الأولى التعبئة أقل من هون منذ نهاية الدورة كانت التعبئة والدعوة إلى التصويت إلى التصويت والدعوة إلى التصويت إيجاباً وليس إلى تصويت سلبي بورقة وضاء لأنهم لا يريدون للبان أن تستفيد من انخفاض نسبة التصويت وتحصل على نسبة نسبة 40% ومن فوق هي لصالح لبان لأنه تخيفهم تخيف اليمين خاصة في الانتخابات اليمينية المقبلة ولكن الورقة البيضاء احتجاجاً على ماذا يعني في الدورة الأولى التصويت كان واضحاً أسقط اليسار واليمين التقليدي اليوم الورقة البيضاء ما الذي تود أن تقوله الورقة البيضاء تقول أنه نحن لا نسن مع هذا ولا نسن مع هذا المرشح ولا نسن مع هذه المرشحة لأنه في مسألة ما الذي يريدونه يعني لا يسار ولا ولا يمين تقليدي ولا وسط ولا يمين متطرف إذن ماذا يريدونه سيدة روايدة بالنسبة للفرنسيين ماكرون لا يظهر هناك علامة استفهام حوله لا شك أن الشباب أرادوا التغيير هناك إرادة تغيير في المجتمع الفرنسي هي التي أوصلت ماكرون إلى تصدر الدورة الأولى وإلى هذه النتيجة يعني اليوم ولكن هناك قسم كبير من الفرنسيين يطرع علامة استفهام حول ماكرون ما يمكن أن يحقق يعتبرونه استمرارا حبما للإدارة السابقة للشركة لا أعتقد أن العلامة الاستفهامة هي السبب لأنه غير معروف بعض بالنسبة للمجتمع الفرنسي يعني مثلا فرنسوا فيون يعرفون تاريخه السياسي مارين لوبان حتى يعرفون تاريخه السياسي يرفضونها اليوم ولكن ماكرون لا يعرفونه الشباب يعني عنده 250 ألف في حركة إلى أمام اليوم ولكن غالبيتهم من الشباب يعني الشباب اللي هو بعمر العشرينات وبالتالي يريدون التغيير ولكن المجتمع الفرنسي هو مجتمع هرب من مجتمع شاب بالتالي هناك نسبة كبيرة من المجتمع الفرنسي يدعون هذه العلامة الاستفهام لأنه لا يعرفونه طاريخه بالتالي في علامة الاستفهام حول ما يمكن أن يحقق في طروحاته على الرغم من أنها واضحة ومفيدة للمجتمع لخروج فرنسا من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية نعم القبس الكويتية ربطت أيضا بين الانتخابات الفرنسية والأمريكية فيما يخص استطلاعات الرأي قالت بالرغم من أن استطلاعات الرأي هي مؤشر تقليدي مهم في الانتخابات فإن انهيار مصدقية الاستطلاعات في الولايات المتحدة بعدما أعطت كلينتون الأفضلية بينما فازت ترامب بالسباق أرخط ضلالا من الشكوك في باريس تجاه استطلاعات أراء الفرنسيين قبل موعد الجولة الحاسمة بناء على المناظرة التلفزيونية بين ماكرون ولوبان ذهبت الاستطلاعات في صف ماكرون حيث رأى غالبية المستطلع أرائهم أن ماكرون كان أكثر إقناعا لكن التجربة الأمريكية تقول إن الخطاب الشعبوي يجد حضوة بين كثيرين لا تشملهم عادة الاستطلاعات ويفضلون بالإدلاء برأيهم في الصناديق فقط وهو ما يجعل من انتخابات الإليزي حابيسة للأنفاس هذه المرة هل من الممكن أن ينطبق السيناريو الأمريكي على السيناريو الفرنسي هل الناخب الأمريكي يشبه الناخب الفرنسي أم هناك اختلاف أريد أن أسمع منك تعليقا على هذا الموضوع أستاذ فادي ولكن بعد التوقف مع فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في برنامج جيكوشك الصحافة نرحب مجددا بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي فادي الأحمر أهلا وسهلا بكم أستاذ فادي قبل الفاصل قرأنا مقالا للقبس الكويتية تقول بأن التجربة الأمريكية علمتنا بأن لا نثق كثيرا باستطلاعات الرأي وبأن ما يفضلون الخطاب الشعبوي في العادة لا يدلون بأصواتهم بالعلن ولذلك قد تخطئ استطلاعات الرأي كما أخطأت في أمريكا سألتك عن المقارنة بين الناخب الأمريكي والناخب الفرنسي والفرق بينهما نحن نعلم أن لوبان اليوم تزيد شعبيتها كلما اتجهنا إلى الأرياف حتى في مناطق وراء البحار لوبان تتقدم بشكل كبير على ماكرون هل نتوقع مفاجأة هل ستخطئ استطلاعات الرأي في فرنسا برأيك؟ هنا يجب المقارنة أعتقد ليس فقط بين الناخب الأمريكي والناخب الفرنسي إنما بين أمريكا وفرنسا كي نصل إلى النتيجة لنقول أن لا أعتقد أن النتيجة التي حصلت مع انتخاب ترامب ستكون لها مثيلتها الليلة في فرنسا لسبب أولا الجغرافية الأمريكية مختلفة أمريكا شبه جزيرة بينما فرنسا هي في قلب أوروبا في قلب أوروبا القارة الولايات المتحدة الأمريكية بلاد كبيرة بالتالي الناخب الأمريكي المواطن الأمريكي يشعر وكأنه يكتفي الولايات المتحدة بجغرافية الولايات المتحدة باقتصاده بمجتمعها بينما فرنسا جغرافية صغيرة بالتالي لا تكتفي خاصة بعد تجربة حوالي نصف قرن مع أوروبا لا يمكن لها أن تكتفي مجددا بالجغرافيا الفرنسية وعني بذلك المواطن الاقتصادي الذي له شركة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة ثالثا لأن الاقتصاد الأمريكي مختلف الاقتصاد الأمريكي اقتصاد الأول في العالم نعلم ذلك جيدا وليس بحاجة إلى شركات اقتصادية يمكن أن يكتفي بذاته ليس بحاجة إلى شركات اقتصادية في الخارج إذن لذلك قد ينجح الخطاب الشعبوي في أمريكا أكثر مما قد ينجح في فرنسا برئي يمكن تشبيه الخطاب الشعبوي الفرنسي والأمريكي فقط على مستوى الإرهاب اليوم وعلى مستوى التطرف الإسلامي يمكن لأنه خاصة وأنه هنا النتيجة أعطى التأثير أكثر في فرنسا منه في أمريكا لأنه فرنسا يطالق هذا الإرهاب وتعيش التطرف الإسلامي في بيئتها لكن نعلم أن هناك حوالي 6 مئة من المغاطنين الفرنسيين هم مسلمون وهناك خشية لا شك أن هناك خشية لدى الفرنسيين من زيادة العدد المسلمين أو من وصول أكثر فأكثر التطرف الإسلامي إليها ومن أن يطالها الإرهاب ولكن هذا لا يعني بأن فرنسا ستعطي ذات النتيجة التي حصلت في أمريكا لأسباب التي ذكرتها الاقتصاد الفرنسي إقتصاد ضعيف والمغاطنون الفرنسيين يعلمون جيدا أنه دون أوروبا لا يمكنهم الخروج من أزمتهم على الرغم من أن أبناء الأرياف صوتوا ليلوبان لأنه هؤلاء متضررين من الكوطة الزراعية أو الكوطة وما يتفرع عنها الكوطة الزراعية بمناها الواسع هؤلاء متضررين هؤلاء صوتوا ليلوبان ولكن أصحاب المهن أبناء المدن الطبقة المتوسطة الرجال للأعمال يريدون أوروبا لا تطبق أبو فجأة النهار اللبنانية تحدثت عن تسريبات ماكرونليكس كما سميت وشبهتها بما حدث من تسريبات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قالت حتى الآن لا يمكن تأكيد تورط روسيا بالقرصنة ولا بنشر الرسائل ذلك أن معرفت تفاصيل هجوم إلكتروني عملية معقدة وطويلة تحتاج إلى أيام وأسابيع من التحقيقات ومع ذلك تشبه هذه العملية تلك التي استهدفت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني الماضي ففي حينه تعرض البريد الإلكتروني للقرصنة ونشر ويكيليكس الرسائل في عملية نسبتها واشنطن إلى روسيا لماذا اليوم تدور الشبهات حول روسيا هل لأنه لوبان المعروف موقفة القريب من روسيا اليوم هي المستفيد الأول من تسريبات كهذه ضد منافسها في الانتخابات؟ أولي دعينا أقول أنه اتهام روسيا كما نقول في اللبنان جسم لبيس يعني بوتين لأنه ربما لهذا السبب أعتقد أن الاتهام تجاه مباشرة نحو روسيا بوتين ولكن على المستوى السياسي لا شك أن هناك مصلحة لروسيا بخطاب لوبان أبعد من العلاقات بين لوبان وروسيا روسيا لا تريد الانتحاد الأوروبي لا تريد أوروبا قوية لا تريد أوروبا موحدة هذه الأوروبا الموحدة وصلت باتحادها على عتبات روسيا في أوكرانيا ووصلت إلى أوروبا الشرقية إلى لتوانيا وأوروبا الشرقية الشمالية وهذا ما وضع حاجزا أمام استعادة روسيا لنفوذها التاريخية أيام الاتحاد السوفيتي وحتى في مرحلة القياصرة فبالتالي روسيا لا تريد اليوم أوروبا موحدة انطلاقا من هنا هي تؤيد مارين لوبان تؤيد مارين لوبان إذا أنت مع تتميل أكثر لأن تكون روسيا هي المتهمة الأول لا أعتقد ذلك سننتظر التحقيقات ولكن لا أعتقد ذلك ولكن عن مستوى السياسي أنا أقول أن روسيا من صريحة عن نجاح لوبان أن لوبان لا تريد أوروبا تريد فرنسا بينما هناك إرادة أوروبية في المقابل هناك إرادة أوروبية تدعم ماكرون وقد شاهدنا ذلك يوم الاثنين الثاني يوم نهاية الدورة الأولى رأينا خاصة في الصحف الإلمانية التأييد الكبير والواسع لماكرون وماركل حتى يعني عيدت انتخاب ماكرون وشفنا أن أوباما كمان الذي يريد أمريكا يعني الأمريكا ليس ترامب أمريكا المؤسسات تريد اتحادا أوروبيا قويا في مواجهة روسيا الحياة نشرت مقالا للكاتب حسام عيتاني يتحدث فيه عن الواقع السياسي والاقتصاد المأزوم في فرنسا وقال كائن ما ستكون نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم لا شيء ينبئ بأنها ستخرج فرنسا واستطراضا أوروبا من المأزق السياسي والاقتصاد الحالي لا شيء يقول أن الصراع بين المؤسسة وبين قصومها سينتهي لمصلحة الأولى ولا أن عقارب الساعة ستعود إلى الوراء الفوز المتوقع مساء الأحد لماكرون إذا لم يفاجئ الفرنسيون أنفسهم والعالم بانتخاب مارين لوبان لن يكون نهاية الطريق بالنسبة إلى التغيرات العميقة في فرنسا وأوروبا لكنه سيحدد على الأقل موازين القوى بين واقعية متراجعة ومأزومة وبين دافع انتحاري إلى المغامرة وكأنه يعني يشير بالواقعية المتراجعة إلى ماكرون وبالدافع الانتحاري إلى مارين لوبان ويقول بأنه أيا كان من سينجح في هذه الانتخابات لن يغير من واقع فرنسا المأزوم يعني لا أريد أن أقول أن أكون جازما أنه لن يغير في واقع فرنسا المأزوم ولكن لا شك أن هناك أزمة في فرنسا يعني ذكرت منذ قليل أن الدين العام وهذا يثير قلق الفرنسيين دين العام يتنامى يعني وصل إلى حد 98% البطالة كمان في صعود إلى حد 11% ولكن التروحات ماكرون ربما تشكل ربما سيعطيها الفرنسيون في هذا التصويت فرصة لتخرجهم من الأزمة الحالية بينما التروحات مارين لوبان باستثناء أبناء الأرياف كما ذكرت لا يرون أن هذه التروحات يمكن تخرجهم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مع ماكرون خاصة أنه كشخص أنه كان مصرفي وهو كان مستشاراً اقتصادياً وهو كان وزيراً للاقتصاد وبالمناسبة صحيح أن شعبية فرنسواء أولاندر رئيس الراحل يعني أو الذي يخرج من السلطة اليوم متدانية كانت متدانية ولكن لا شك أنه بين 2015 و 2016 شهدت بعض التحسن الاقتصادي فرنسا ولكن الفرنسيون لا يرونه اليوم لأن الأزمة لا يزنون في الأزمة لأن الأزمة كبيرة ولكن ما يؤشر على أنه ممكن وليس فقط العامل الاقتصادي أيضاً العامل الأمني كان مهم جداً هناك العامل الأمني ولكن على المستوى الاقتصادي أكثر يعني أكثر لأن الأمني أيضاً مرتبط بالاقتصادي خاصة بأن فرنسا هي أول بلد سياحي في العالم والمسألة الأمنية تؤثر مباشرة على السياحة باريس هي أول مدينة سياحية في العالم يعني أنا كنت في باريس في سواء الماضي لا شك أثرت العملية ضد الشرطة على حركة مثلا الشانزيليزي ولكن لا يعني أنه كان هناك بعض التحصن في المسألة الاقتصادية في فرنسا ولكن الفرنسيين لا يرونها اليوم ولكن طروحات أعود وأكبر طروحات ماكرون ربما يريدون أن يعطوها فرصة نعم سنرى ذلك ننتقل الآن إلى أبرز مجاة من كاريكاتور حول هذا الموضوع موسيقى موسيقى يعني اليوم ما باش هنشوف بقى اللونين الأزرق والأحمر ما بعرف أي الوين يوم هنشوف هذا المساء على مستوى النتيجة لأنه لا يسار ولا يمين يوم مهم جدا نتائج نهاية هذا اليوم شكرا لك أستاذ فادي على حضورك على كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وصلنا إلى ختم كشك الصحافة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تي في أيضا بإمكانكم إبداء أرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر